طيب النهاردة عيد ميلاد النفاسة عيد ميلاد الكابتن ميمي الشربيني كل سنة وانت طيب يا كابتن ميمي كابتن ميمي الشربيني واحد من نجوم الكرة الأفزاز في تاريخ النادي الأهلي واحد من المدربين أيضا خدم الأهلي طويلا كمدرب وأيضا كمسؤول عن قطاع الناشئين لفترة ثم إنه المعلق الرياضي المبدع والشيك وصاحب التعليقات الطريفة والسلوب المميز كان صاحب مدرسة في التعليق الرياضي والألفة والألفة يعني كان النشاط الكروي متوقف كل الجيل بتاع الكابتن الشربيني اعتزل فضل هو الألف بعد جداد ألف التلامزة هو الوحيد من الأدام بقى الكابتن وجيك كابتن صالح بنا فريق وكان هو الألفة بتاعه وكابتن ميمي الشربيني اللي يبدأ مد الأهلي في السبعينات ثم السمانينات وتوالد انتصارات الأهلي حتى يومنا هذا طريق مرسوم من النجاح متعاقب الشربيني استعاقب مننا كل الدعاء له أولا بالصحة المنفورة وكل التذكر بالمكانة الحقيقية الواحد متعدد المواهب في كل ما يفعله كابتن ميمي الشربيني ولد في 26 يوليو عام 37 انضم إلى الأهلي في موسم الانتقالات عام 57 من المصر القاهري بعدها التقطته أعين الكابتن عبد المنعم البقال والكابتن أحمد مكاوي اللي انضم له في عام 53 مع الشيخ طه اسماعيل هو رفيقه من المصر القاهري إلى النادي الأهلي بدأ ميمي الشربيني مشواره مع الكرة في النادي المصر القاهري لفتت موهبته أنظار الكثيرين سعى الزمالك لضمه بقوة لضمه لصفوفه لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض حتى نجح كشاف الأهلي التاريخي عبد البقال في تحقيق حلمه ونقلوا مع الشيخ طه للنادي الأهلي كابتن الشربيني بدأ في مركز الجناحة الشمال بجوار ساعد الهجوم الأيصر وقتها كان محمود الجهري الله يرحمه وسريعا ما أطلق عليه الراحل نجيب المستقاوي لو تفتكروا لقب النفاسة وكانوا عاملين سنائية أول سنائية بقى الشهرة الجهري والشربيني كان سريع سرعة عالية جدا لقبوا الأستاذ نجيب المستقاوي بالنفاسة نجم الشربيني بزغ بقى في مباراة القمة في دور منطقة القاهرة كان في أبريل 58 لعب بديلا لهدف الفريق اللي مصاب وقتها توتو وتقلق الشربيني في هذه المباراة سجل هدف وساهم به في فوز الأهلي 3-0 بعدها في الموسم نفسه سجل هدفين في الزمالك كمان كان في مباراة نهاء الكاس اللي انتهت بالتعادل 2-2 واقتسم الفريقين وقتها الكاس كان رابع وآخر أهدافه في لقاء القمة كانت في نوفمبر 60 لما الأهل فاز على الزمالك 4-1 في نهاية الستينات وبعد اعتزال عدد كبير من اللعيبة استمر الكابتن الشربيني مع الفريق الجديد وأطلق عليه فريق التلامزة وأطلق عليه الكابتن نجيم المستكاوي لقب الألفة باعتباره أنه كبير التلامزة اللي موجودين عصر بقى جياله الدزوي وصالح سليم ورفاقهم وكان شاهدا على بدايات الجيل الجديد اللي تقلق في السبعينيات بقيادة حسن حمدي والخطيب وإكرامي وزملائه لعب أميم الشربيني بفنلة الأهلي كان بقى 175 مباراة سجل فيها 38 هدف وحق مع الأهلي الدوري ده أربع مرات في 57-58 58-59 60-61 61-62 شال مع الأهلي كاس مصر تلت مرات 57-58 60-61 65-66 وفاس كمان مع الأهلي بكاس منطقة القاهرة في موسم 57-58 وطبعا الكاس الوحيدة اللي تلعبت كاس الجمهورية العربية المتحدة سنة 61 فاز مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 59 اتجه كابتن الشربيني بعد الاعتزال للتدريب تولى تدريب نادي النصر الإماراتي في دبي كان في أكتوبر 71 وفضل هناك لغاية نوفمبر 75 ثم تولى تدريب المنصورة من يناير 76 في الجيل الزهبي بتاعها اللي كان فيه أسامة سطوحي وأحمد شاكر وبدأ وحمده وسعد سليط ومحمد الهادي وغيرهم ثم تولى تدريب غزة دمياط في التمانينات ثم أشرف على قطاع النشئين في النادي الأهلي نجح في اختيار أو في اختبارات الإزاعة في فبراير 76 ليصبح أحد ألمع معلق الكرة المصرية عبر تاريخها وطبعا كلكم فاكرين تعليقاته الشهيرة صاحب الكرافات تشيك عن منو الجوزيح حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدفين المفروض السنساخ والألفاظ الكتيرة وصديق موليد ملجقة الجزاء وكلها تعبيرات الحقيقة كان بيمثل بها الكابتن الشيربيني مدرسة خاصة في التعليق الرياضي عايزة ضيف حاجة على معلومات عن الشيربيني يعني يقولك مئة خمسة وسبعين مباراة وجايب تمانية وعشرين هدف ده يعني عدد قليل آه عدد قليل لأنه ابتدى وينج فكل الهدف جابها هو وينج طيب ولكن معظم حياته لعب ايه بقى لعب ستوبر سرد باك اللي هو بعدين ليبرو هو كان أول من طبق من طبق موضوع الليبرو وكان ألمع من يعني يعني أدى في هذا ومعجيل التلامزة كان هو الليبرو فعشان كده معظم مطشطه كان في الدفاع الشيربيني ظاهرة يصعب تكرارها ربنا ما تعب الصحة ربه كل سنة وطي كل سنة وانت طيبة كابتن وألف ألف سلام عليكم وان شاء الله في موفور الصحة والسعادة وانا عايز اقول لكم على حاجة في السياق السريع ده ناس كتير يا جماعة بتتزيد قوي مع الأهل في الجانب ده في جانب اهتمامه برموز الكرة الأهلوية وبأبناء النادي الأهل القدامة الأهل على فكرة ما بينساش حد خالص وحتى الكابتن صفوة عبد حليم الله يرحمه اللي توفي إسرى حادث في البيت لغاية اللحظة الأخيرة حتى بشهادته هو وشهادة ولاده الحقيقة عمر الأهل ما أهمله وعمر قيادات الأهل سواء الكابتن خطيب قبل كده الكابتن حسن المهندس محمود الكابتن صالح كل الحقيقة رؤساء النادي الأهل ومجالس إدارتهم دايما عندهم هذا التقدير الكبير لكل حد بيد النادي الأهل بالذات كبار السن وكبار النجوم ودي مسؤولية اجتماعية ومسؤولية أخلاقية مش ممكن أولا لحد يهملها ولا حد كمان يتكلم فيها كذا حد بعتلي بيقول لي الناس التانيين بيقولوا الأهل عمره ما بينسى حد بس عمره ما كمان هيطلع يا منه على حد ترجمة نانسي قنقر